حضرتك قضيت أيام عيد الأضحى المباركة أزمنا عديدة في الدولة المصرية والآن تقضيها في إيطاليا ما الفوارق في الأجواء طبعا كل بلد لها شجون وأنت بهذا الحديث تذكرنا بشجون المصرية وتذكرنا بالتاريخ والأرض والوطن والقرى والمدن طبعا هناك شجون عندما نتحدث عن الأعياد في مصر كنا في أوروبا نحاول أن نصنعها لتكون قريبة من الأجواء المصرية الأجواء المصرية أنا شهدت الأعياد حتى في دول خليج وفي أوروبا لكن لم أرى أعيادا كالتي كنا نكون فيها في مصر حيث نحن بأنفسنا من نجهز الأرض والزينة والخطبة وعداد الهدايا للأطفال وتذبح الهدي في المصلاة ويأتي الفقراء ونوزع عليهم هذه اللحوم ونذهب إلى من لم نستطع أن يأتي إلى بيتي ثم بعد العيد نتجمع في أحد البيوت ونقوم مثلا بيطعام بعضنا بعض للكبد أو كل هذه الأشياء ونقوم بالزيارات للأهل والأحباب في يوم العيد يعني شعائر ربما في أوروبا ليست موجودة بهذه الكيفية وأن كنا يعني نعيش في جو من الحرية لكننا بعض الشيء نقوم بمسلها لكن لا نستطيع أن نزبح في المصلاة لأن هناك مجازر معينة نزه بلا يتفق معها مسبقا لكن بتأكلوا لحوم الأضحية نعم ليس بيزة لا في أيام العيد هي أيام لحم وأكل ليس أكل بيزة ولا مكارونا ولا زباكت طبعا لكن هناك شروط قاسية في التعامل مع الزعف ونحن نعطني ماذا يعني فنذهب إلى المجازر وربما تأخر علينا أيام إذا كانت هناك طريقة يعني هنا أو ملتوية وذلك نكون بأكلها في نفس اليوم